بسم الله الرحمن الرحيم بعض الحوارات والضيوف اللي كانوا موجودين سواء وزراء أو شباب فإن شاء الله مع الحلقة كده حيبقى فيه توالي لبعض اللقاءات اللي قام بها زمينة خير رمضان إن شاء الله يجو بالسلام حضراتكم عارفين طبعا أن النهاردة يعني يوم تحرير سينة وكان اختيار موفق أنه يكون النهاردة كمان يوم المؤتمر الوطني التالت للشباب والحقيقة احنا بنقرأ صحافة بكرة في بعض الصور الهيلة جدا يمكن برضو تيجي لحضراتكم في الفيديو دلوقتي أنه يعني بعض الفدائيين وبعض القائمين بعملية تحرير الدولة المصرية أو تحرير الدولة المصرية أو تحرير بعض المدن في الدولة المصرية التقى بهم الرئيس على هامش الفعليات أو هامش الافتتاح والحقيقة يعني منهم من قبل جبين ومنهم من احتضنوا ومنهم من يعني الحقيقة يعني أثنى على أدائه أثناء وجوده في القوات المسلحة وده شيء الحقيقة يعني تقشعر له الأبدان زي ما بيقوله لما منشوف واحد كده زي السيدة زينب القفراوي وهي مناضلة عظيمة جدا من أهالي بور سعيد وكان فيه لقاء قبل كده في المؤتمر أو في أحد المؤتمرات برضو كان نلتقاها أو في أحد الزيارات أو في الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبور سعيد التقى بالسيدة زينب القفراوي الحقيقة كانت لقاء مهم جدا ومؤثر جدا هيبقى فيه بعض الحاجات أو بعض المقتطفات في هذا اللقاء تبقى محترمة جدا ده مباشر دلوقتي؟ طيب ده مباشر على وقت أكيد فيه وصول الرئيس الجمهورية إلى القاعة زملاء نبي ده الزميل شريف فؤاد واحد من الإعلاميين اللي يوم حضور في هذا الإطار طيب احنا مع الزميل شريف فؤاد ومع النقل أو البث الحي لهذا المؤتمر نقلت طبعا عن القناة الأولى في التلفزيون المصري أو نقل على التلفزيون المصري ضيوف كثرة ده محتراتكم شايفين دلوقتي في هذا الإطار وده الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود ننتقل دلوقتي يا شباب ولا إيه؟ طيب احنا مع حضراتكم على الهواء لحين أنه الرئيس يتحدث وأكيد هيبقى للحديث ليه أهمية فيه زمانة حضراتكم فيه المناسبة المهمة اللي هي عد تحرير سيناء وفي نفس الوقت المؤتمر الوطن التالت للشباب يعني زملاء الحقيقة ليهم إبداع كده في الكتابة في السكريبت اللي بفروض بيتكتب لينا في المداخلة يعني أو في بداية العمل في البرنامج بيبقى لهم بعد تعبيرات كده بتبقى لطيفة يعني لك كان اختيار الجغرافيا والزمان مثاليا أرض الفيروز وتاريخ استردادها بعد نضال بداية المؤتمر كانت باتجاه رئيس عبدالد كلام معبر محترم جدا في هذا الإطار فبشكرهم شكري جزيل فريق الإعداد لهم من كل الاحترام والتقدير فريق إعداد آخر النهار لهم من كل الاحترام والتقدير تاني داز منا شريف فؤاد زي بقلت لحضراتكم الرئيس حيركز على قضايا عدة وكان مبارح اسأل الرئيس على هامش مؤتمر الشباب فيه شباب كتير جدا كان ليهم الحق في السؤال وعلى الرئيس أيضا الحق في الإجابة أنه يعطيهم الإجابة اللي زي ما قولك ده بتجلس صدور هنحاول كدر إمكان يعني نتزامن مع حضراتكم في أثناء هذا المؤتمر وقت زي ما قلت حضراتكم أن يتحدث رئيس الجمهورية أو هيبقى في بعض الأسئلة من الحضور في هذا الإطار ناخد على الهواء لأن ده أسئلة مهمة ناخد على الهواء ونرجع لحضراتكم تاني